بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لماذا قتل سيدنا الخضر عليه السلام ذلك الغلام الذي لم يستطع سيدنا موسى عليه السلام على الرغم من علمه أن يتحمل أو يصبر كيف يقتل نبي طفلا صغيرا أو عبد صالح لأن هنا خلاف هل الخضر نبي أو عبد صالح هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى كيف يعني مشككون يعترضون يقولون هذا غير منطقي كيف يسمح الله لإنسان أن يقتل طفلا بريئا زكيا لم يرتكب ذنبا ولا يعرف شيئا في الدنيا فهذا دليل على أن القرآن ليس كلام الله سبحان الله يعني مع العالم أن القصة أيها الأحبة واضحة جدا في القرآن القصة كيف بدأت أن سيدنا موسى عليه السلام أراد الله أن يعلمه ويعني يجعله يعلم أن هناك من هو أعلم منه فالقصة طويلة طبعا المهم عندما صاحب سيدنا موسى ذلك العبد الصالح الذي يعني هو الخضر عليه السلام ورافقه فخرق السفينة لم يطاق صبرا لم يصبر ثم بعد ذلك قتل غلاما زكيا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إذا سيدنا موسى استنكر هذا الفعل وبالفعل كل إنسان يستنكر قتل طفل بري ولكن سيدنا الخضر قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا بعد ذلك أيها الأحبة طبعا حدثت حادثة الجدار قصة أخرى فقال سيدنا الخضر في آخر القصة سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا طبعا برر له السفينة ليس موضوعنا الآن نريد أن نركز على الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إذن العبد الصالح الخضر عليه السلام كان لديه علم أعلى من العلم الذي آتاه الله لسيدنا موسى الله وصفه في القرآن بالعلم اللدني وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما يعني الله سبحانه وتعالى اختصه بعلم لم يختص به كثير من خلقه والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي العلم من يشاء فأعطى الله سيدنا الخضر قدرة على علم الغيب في نواحي محددة فعلم أن أبوي هذا الغلام كانا صالحين أبواه كانا مؤمنين ولكن من شدة تعلق الأبوين بهذا الغلام هذا الغلام سيكبر وسيصبح كافرا وسيجعل أبويه أيضا يتأثر بهذا الكفر فخشينا أن يرهقهما أي الأبوين طغيانا وكفرا أحيانا الإنسان يتعلق بشيء معين يتعلق بامرأة تقوده إلى النار يتعلق بتجارة معينة تلهيه عن ذكر الله فتقوده إلى النار يتعلق بطفل مثلا ومن شدة حبه ينسيه الصلاة والعبادة والذكر ويقوده للكفر والعياذ بالله فالله عز وجل يعلم أن هذين الأبوين الكريمين المؤمنين أن هذا الغلام سيكون عبءا عليهما وسيسبب لهما طغيانا وكفرا يرهقهما طغيانا وكفرا وهذا العلم أيها الأحبة علم موجود علم الغيب الله تبارك وتعالى أعطى البشر شيئا من علم الغيب يعني نحن الآن نتحدث في مكان وشخص آخر في أقاص الأرض يسمعنا هذا قبل مئات السنين كان ضربا من ضروب علم الغيب ولكن الله سمح للناس أن يتواصلوا عبر وسائل الاتصالات الرقمية مثلا الكسوف متى يحدث كان نوعا من علم الغيب ولكن الله سبحانه وتعالى أذن أن يكشف هذا العلم الآن العلماء يستطيعون أن يتنبأوا بالكسوف وأشياء أخرى كثيرة فالله عز وجل سمح لسيدنا الخضر أن يعلم الغيب فيما يتعلق بهذا الغلام وإرادة الله هو يتصرف بوحي من الله وليس بإرادته فعندما خشي على هذين الأبوين أن يرهقهما ماذا حدث فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما يعني أنت لديك طفل انظروا أيها الأحبة إلى هذه المعادلة الرائعة جدا لديك طفل إذا كبر سيصبح كافرا ويدخل النار وأنت متعلق به تحبه كثيرا وأنت رجل طيب مؤمن لك عند الله شأن الله يعلم أن هذا الطفل إذا كبر سيكفر وسيطغيك معه أيضا ربما تطغى معه عندما أخذ الله هذا الطفل بطريقة ما كان من الممكن أن يموت بحادث أن يقع عليه جدار أن يغرق هناك الكثير من الأطفال يموتون بشكل يومي في الحروب في الحوادث في يعني مسائل كثيرة فأيهما أفضل بالنسبة لك أن يأخذ الله أن يأخذ الله هذا الطفل بطريقة ما ويدخله الجنة فيما بعد لماذا؟ لأنه غلام صغير لم يبلغ الحلم وبالتالي فإن هذا الغلام لم يجري عليه القلم لا يحاسب فسيدخل الجنة طبعا بإذن الله ورحمتي وسيعطيك الله غلاما زكيا رحيما يرحمك عندما تكبر وبارا بك ويكون سببا في أن تدخل أنت الجنة وهو يدخل الجنة وبالتالي العائلة كلها دخلت الجنة بهذه الطريقة لأن الله هو خالق الكون هو المتصرف أيها الأحبة لا نستطيع أن نعترض على الشيء إلهي وعلم الغيب غير خاضع لقدراتنا البشرية علم الغيب هذا الشيء إلهي من الله سبحانه وتعالى إذن المشكك الذي اعترض على هذه الآية هو لم يفهم هذا المعنى لم يفهم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرحم شخصا يهيئ له كل السبل لينجيه بأي طريقة كانت وإلا هناك أنبياء قتلوا بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير الحق طب هذا النبي الذي قتل يعني شيء سيء لا هو مات شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى وسيدخل الجنة والذي قتله سيدخل النار ولكن في هذه الحالة سيدنا الخضر مأمور من الله سبحانه وتعالى كان من الممكن هذا الطفل أن يغرق وانتهى الأمر كان من الممكن أن يمرض ويموت وكثير من الأطفال يمرضون ويموتون ولكن هنا أيضا لمحة أود أن أختم بها أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يختبر قوة إيمانك هل إيمانك مزغزغ؟ هل سيحدث زيغ في قلبك عندما يأتي مشكك ويشككك بهذه الآية أو غيرها بطريقة ما؟ هل سيختل إيمانك؟ سينهار هذا الإيمان؟ أم أن إيمانك بالله إيمان راسخ لأنك بنيت هذا الإيمان على قواعد صلبة؟ بنيت إيمانك هذا على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وهو الذي يفعل ما يشاء إذن أيها الأحبة ملخص هذا الموضوع أن سيدنا الخضر يعمل بأمر الله وأطلعه الله على الغيب في هذه الجزئية وأراد الله لهذا الغلام أن يموت بهذه الطريقة لكي يدخله الجنة قبل أن يكفر ولينجي أبويه من النار بسبب هذا الغلام الذي من الممكن أن يرهقه ما طغيانا وكفرا وبنفس الوقت أبدالهما الله خيرا منه إذن كل هذه القصة فيها خير لجميع الأطراف حتى الطفل الذي قتل له جزاء عند الله وسيكون في الجنة لأنه غلام لم يحاسب بعد طبعا الله أعلم أننا لا نزكي على الله أحدا إنما نقول الشيء الظاهر لنا أن الله لا يأمر بشيء إلا إذا فيه رحمة لا يأمر بشيء إلا إذا فيه فائدة لمخلوقاته لأنه هو القائل عن نفسه سبحانه وتعالى ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويفقهنا في هذا الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته